السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وليد بناجة اليوم ان شاء الله راح نشرح مادة لدرس الاول Straight Motion باختصار في البداية اكيد شرحوا لكم وفرق بينهم والفلسطي والأكسلراتي في البداية عندنا حالتين هذه اللي اقالبا راح تجي في الاختبار ورح نركز عليها الحالة الاولى اما الاكسلراتي يكون يعطيك كياف المعادلة وهذه نادرة تحصل لانها حتصير المسألة جدا سهلة ورح نستخدم الثلاثة قوانين لدرسناه في التنوية العامة والحالة الثانية انه يعطيني دالة فيها الTIME يعطيني دالة فيها الTIME اما A تساوي 5TB او الS اللي هو الDisplacement يساوي 5TB او الVelocity تساوي 5TB ايا كان طيب اذا اعطاني هذه العلاقة واضحة انا سويتها اذا اعطاني Displacement وأبغى اطلع الVelocity معادلة الVelocity سأسوي تفاضل واذا أبغى اطلع معادلة الAcceleration أسوي تفاضل لمعادلة الVelocity تمام طيب اذا العكس عندي المعادلة حق الAcceleration وأبغى اطلع الVelocity سأسوي تكامل او Integration تمام Differentiation Integration طيب في حاجة اسمها Distance Truffled وهذه اسهل طريقة وكتبتها واستخدمتها من دكتور مصري والأمانة جدا بسيطة وما تلخبط ما فيها اي لخبطة الخطوة الاولى الخطوة الاولى راح نسوي لمعادلة Displacement نسوي اي حرف T نسوي بصفر تمام ورح يعطينا رقم الخطوة رقم 2 اعوض في المعادلة حق ال Displacement بقيمة T وحتكون 100% جفن تمام الخطوة رقم 3 حسوي Depreciation لمعادلة Displacement ثم اسويها بالصفر طيب وبعدها راح تعطيني ازمنة توقف يسموها ازمنة توقف ورح نشوف هذا الكلام بعدها الخطوة رقم 5 القيم اللي طلعناها من رقم 4 راح نعوضها في المعادلة حق ال Displacement وبتعطينا قيم اخرى راح نعرف استخدامها ثم هنرسم ال Distance travel وهذا هو وهذه هي الطريقة الوحيدة اللي راح نقدر نطلع فيها الاجابة الصحيحة ورح نشوف المثال جبته من سلايدات دكتور دايناميكس في الجامعة طيب المثال الاول vertical moves on a straight line with a relationship لاحظوا ان اعطاني معادلة بالنسبة لل Displacement تي وثلاثة ناقصا تسعة تي وثلاثين زائد الخمسة عشر تي determine the displacement velocity and acceleration when t is equal to two seconds طيب هذا مثال خفافي أيضا determine also the distance traveled for the duration ستة ثواني أبغاك تحسب لي distance traveled بعد ستة ثواني طيب الخطوات الحل رح نبدأ الخطوة الأولى رح نكتب المعادلة زي ما هي displacement يساوي تي وثلاثة ناقصا تسعة تي تربية زائد خمسة عشر تي رح نعوض الآن بدل كل تي رح نعوض اثنين من فين جبنا هذا الكلام هو وعطانا هنا السؤال طيب إذا عوضت رح تعطيك قيمة displacement تساوي ثنين متر هذا الجواب طيب أبغى طلع على velocity بعد ثانيتين باختصار تسوي differentiation لهذه المعادلة رح يعطيك هذه المعادلة الجديدة ثم أحط اثنين بدل كل قيمة تي هنا رح يعطينا سالب تسع متر لكل ثاني طيب أبغى طلع أيضا ال acceleration بعد ثانيتين باختصار نسوي differentiation هنا مرة ثانية رح تعطيني هذه المعادلة ستة تي ناقصا تمنتعش عوض بدل تي بقيمة اثنين ستة في اثنين ستة في اثنين بأثناش ناقصا تمنتعش بتساوي سالب ستة متر لكل ثانية تربية طيب الآن احنا طلعنا بعد ثانيتين طلعنا displacement وال velocity وال acceleration يبغى يبغى طيب يبغى نسوي زي ما قلنا في الخطوة الأولى أساوي المعادلة بصفر أي حرف تي أحط صفر لو حطينا هنا صفر هنا صفر هنا صفر هنا صفر بيكون صفر متر لكن فهو شرط ان يكون الجواب صفر متر ممكن يكون زائدا خمسة ايش معلات أصلا الاس هذي لما يكون تي صفر يبغى يعرف لما أول ما بدأ لما كانت الثانية صفر هو فين كان موقعه هل بدأ من الصفر هل بدأ من الورجين أو بدأ من خمسة ثواني قدام الورجين أو خلف الورجين بخمسة متار أو ستة متار لا من هذا السؤال نعرف انه بدأ من الصفر طيب خطوة اثنين نعوّف في نفس المعادلة حق الـ بالقيمة اللي انا ذكرتها لكم هتكون ستة ثواني لاحظ ستة ثواني أعطاني ستة ثواني طيب لو عوّضنا بالستة في هذه المعادلة رح يعطيني الجواب سالب ثمانطع ايش معنات هذا الكلام؟ معناته بعد ستة ثواني كان هو سالب ثمانطعش كان في نقطة سالب ثمانطعش من الورجين من نقطة البداية سالب ثمانطعش طيب الخطوة رقم ثلاثة الخطوة رقم ثلاثة نسوي اشتقاق ما اكتوب هنا خطوة رقم ثلاثة نسوي اشتقاق لمعادلة الـ لاحظ لو سوينا اشتقاق وهو سويناها قبل وأسويها بالصفر طيب ايش استفد؟ الآن بما اني عندي أسة ثنين في قيمتين لقيمة التين وأسويها بالآن الحاسبة بولينيوميا أو تسويها بطريقة المعدلة والأسهل بالآن الحاسبة رح يعطيك تي وان تساوي خمسة ثواني و تي تو تساوي ثانية واحدة ايش معنات هذا الكلام؟ معناته هو لما نوصل في تي وان خمسة ثواني ترى غير اتجاهه وفي تي تو هذا الزمن ثاني برضو في ثانية واحد هو غير اتجاهه تمام؟ هذه القيم اللي طلعت لي خمسة ثواني ثانية رح عوضها مرة ثانية في معادلة الـ رح عوضها في معادلة الـ لو حطيت خمسة هيعطيك سالب 25 ولو حطيت واحد رح يعطيك 700 طيب تعال نستخدم هذه الأرقام اللي طلعت لنا الثواني والأمتار اللي طلعناها الآن رح نسع هذه الرسمة هذا الخط الباث طيب بدأ من فين بدأ؟ من الصفر كيف عرفت انه بدأ من الصفر؟ لأنه لما نعوضنا طلعي للصفر متر خلاص هنبدأ من الصفر طيب لاحظ لما كانت الثانية واحدة لما كانت الثانية واحدة شوفها هنا مشي سبعة متار بالموجب مشي سبعة متار بالموجب يعني على اليمين بعد ثانية واحدة سبعة متار بالموجب طيب بعدين عكس اتجاهه في الثانية خمسة في الثانية خمسة رجع سالب خمسة وعشرين متر وراح لنقطة سالب خمسة وعشرين متر هذه الثانية خمسة طيب الثانية ستة احنا عارفين انه مذكور هنا في الثانية ستة كان هو سالب ثمنتعش سالب ثمنتعش فوصل هنا طيب تعال نحسب كامل سبعة متار رايح يمين هذه راحة سبعة متار رجع مرة ثانية نفس النقطة حق الأورجين هذه اربعة عشر متر راح سالب خمسة وعشرين شوف كتبها خمسة وعشرين خمسة وعشرين نقصا طمانتعش بيعطيك بسبعة اجمع هذه العداد ستة واربعين متر طول ستة ثواني طول ستة ثواني هو مشي ستة واربعين متر ما في طريقة تقدر تطلع فيها بدون ما ترسم الباث واسهل طريقة للباث انك تسوي الخطوات اللي انا شرحتها وتكتبها على جم وتطبقها وتجربها في البريفيس او الميدل اللي عندكم وكلها هتكون باذن الله صحيحة طيب السؤال الثاني ال Graphical Solution في طريقتين اما رح يعطيك ترى السؤال بيكون بهذا الطريقة كلام او بيعطيك اياه برسمة حيعطيك اياه برسمة طبعا في تست وان اما حيكون Graphical Solution او حيكون كلام حيعطيك كلام وفي الفاينل حيكون عكسه تماما وهذا صار في السنسر الماضي طيب نقرأ السؤال A Particle Moves On A Straight Line With The Velocity Profile معطيني علاقة بين ال Velocity وال Time ويبغى منك ال Acceleration لما كانت الثانية سبعة يعني هنا تقريبا ويبغى ال Acceleration الثانية عشرين تقريبا هنا ويبغى كمان displacement لما كانت الثانية عشر هنا حلو يبغى distance traveled هذا كله يبغى distance traveled حقه اللي بعد 25 ثانية إبغى displacement لما كانت الثانية عشر تقريبا هنا وأعطاك معلومة يقول لك لما كانت ال T صفر ال Displacement سالب خمسين لاحظ أنه لما كانت الثانية صفر كان سالب خمسين متر طيب أول خطوة أول خطوة وهذه اللي ما جدا مهمة بعض الحين ما يقول لك أترسمها ولكن لازم ترسم علاقة بين ال Acceleration وال Time وأيضا ال Displacement وال Time تمام ورح نعرف كيف نرسم الرسمة طيب هذه هي ال Graphical Solution نفس المثال طيب رح نعرف ايش سوينا بالضبط الآن القانون باختصار Velocity Final ناقصا ال Initial Velocity تساوي هذا كله عشرة مضروب في ال Acceleration طيب 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 ال Final Velocity كم ال Final Velocity شوفها هنا عند الثانية عشرة هي كانت عشرة ناقصا ال Initial Velocity والله يجب أن يعرف ال Initial Velocity كانت سالب 6 عشرة ناقصا ناقصا ستة بيساوي هذا كله عشرة مضروبا في ال Acceleration ونحن ما نعرف فنحط حرف ال A تمام بالآلة الحاسبة عندك هذه عشرة ناقصا ناقصا ستة يساوي عشرة مجهول واحد ال A تساوي واحد فاصلة ستة متر لكل ثانية تكعيب متر لكل ثانية تكعيب باختصار وبحاجة طريقة جدا واضحة لو تلاحظ أن الخط هذا خط مستقيم فمعناته ال Acceleration بيكون ثابت زي ما هو تمام بيكون ثابت زي ما هو هذا الشيء في نقطة هنا لازم نعرف لما كانت الفلوسيتي هنا كم كانت تساوي أعتقد واضحة صفر حلو أبغى أعرف كم كان هذا الزمن يعني بعد كم زمن كانت الفلوسيتي صفر هل أقدر أطلعها؟ نعم أنا افترضتها وسميت هذا X وسميت الطرف اللي على اليمين Y وكتبت هنا فوق على اليسار على اليمين ال X على الضلع المجاور ستة يساوي ال Y على الضلع المجاور لها عشرة طبعا هذه رياضيات وعندي معلومة ثانية X زائد Y يساوي 10 طيب السؤال إيش الخطوة اللي بعدها؟ أضرب ال X في العشرة وال Y في ستة حيطيني عشرة X يساوي ستة Y صح؟ أود ستة Y مثلاً على هناك أضربها في ستة X على عشرة تسير وتساوي Y ومن ثم حطها هنا أعوض فيها وبقدر أطلع قيمة ال X وبقدر أطلع قيمة ال Y أنا طلعتها ال X قيمتها ثلاثة فاصل خمسة وسبعين وال Y قيمتها ستة فاصل خمسة وعشرين تمام؟ سنستفيد منها ولكن بعداً طيب أنا لما طلعت الأكسلريشن واحد فاصل ستة هذا من فين لفين؟ هذا من الثانية صفر للثانية عشرة فقط شوف كتب زيرو سكند تو عشرة سكند طيب خطوة رقم 2 أبغى أطلع أبغى أطلع الأكسلريشن من هنا من العشرة ثوانية إلى خمسة عشرة ثانية ما يحتاج تفكير ولا يحتاج تسوي معادلات واضح أن الخط مستقيم إيش معلات هذا الكلام؟ السرعة ثابتة السرعة عشرة ولما تكون السرعة ثابتة الأكسلريشن صفر تمام؟ الخطوة اللي بعدها من خمسة عشرة لخمسة وعشرين رح أسوي نفس الحركة الفاينل فلوسيتي ما هي مذكورة ولكن أنا عارف أنها صفر لماذا؟ لأنها رجعت مرة ثانية نقطة صفر صفر ناقصا النجل فلوسيتي كانت هنا فوق عشرة وبتساوي خمسة عشرة إلى خمسة وعشرين هذه عشرة مضروف الأكسلريشن هيعطيني الناتج سالب واحد متر لكل ثانية تربية أتمنى تفكر فيها اللوجيك الرسمة نزول فمستحيل حيكون الأكسلريشن بالموجب حيكون بالسالب تمام؟ طيب خلصنا من رسمة الأكسلريشن مع التايم وحنشوف كيف تصير الرسمة زي ما أنتم ملاحظين أنا أخذتها من السلايد من الصفر لين العشرة الأكسلريشن ثابت واحد فاصلة ستة حيكون بخط ثم من العشرة إلى الخمسة عشرة الأكسلريشن صفر فما هنسوي شيء ثم من الخمسة عشرة إلى الخمسة وعشرين خط ثابت سالب واحد قيمته سالب واحد طيب طيب الآن في شيء ثاني هو طلب مننا الأكسلريشن عندما تكون الوقت يكون سبعة ساكن طيب لاحظ هنا في الرسمة هذه هنا سبعة ساكن كم حق تتيح على الأكسلريشن؟ واحد فاصلة ستة أهو أكسلريشن واحد فاصلة ستة وقال كمان طلب في السؤال أكسلريشن لما كانت تتي تساوي عشرين لاحظ في هذا الرسمة تتيح هنا تساوي عشرين كم حق تكون الناتج؟ سالب واحد متر كوثانية تربيع طيب أبغى الآن أطلع رسمة الـ مع الـ وقال لك ليش احنا طلعنا هذه النقطة؟ أنا ليش طلعت هذه النقطة؟ الآن رح نستخدمها طيب الآن رح نستخدمها هذه رسمة الـ وهذه رسمة الـ 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 إذا أبغى أطلع إذا أبغى أطلع الـ طيب بالنسبة للـ الـ الـ إذا أبغى أطلع رسمة الـ 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 نسوينا علاقة displacement أبغى أجيب الفلوسيتي هسوي تفاضل لكن العكس هسوي إنتيجريشن طيب الإنتيجريشن في الـ الـ أو في الرسومات باختصار ترى هو مساحات هو مساحات تمام؟ فالآن إذا أنا أبغى أجيب إذا أبغى أجيب الرسمة حق الـ لازم أحسب إلى هذه النقطة حق A هنا أوقف ولازم أحسب هذه المساحة اللي هنا بالداخل طيب إيش مساحة المثلث؟ إحنا كلنا نعرف إنه نص في القاعدة في الارتفاع طيب الطريقة الأولى إيش رح نسوي؟ رح نسوي S final ناقصة S initial طبعاً تساوي مساحة المثلث الأول الصغير نعرف إنه نص في سالب ستة طبعاً أخذ بالإشارات في ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين اللي حسبناها تمام؟ رح تعطينا قيمة رح تعطينا قيمة بعد ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين ثانية كم مشينا؟ كم الـ وطلع لك الرقم سالب واحد وستين لكن لاحظ ترى ما عوضت لما نسويت الـ النهائية ناقصة للـ الـ الابتدائية النهائية أنا أبغى أعرفها لكن الابتدائية كانت قفن في السؤال سالب خمسين متر تمام؟ فطلع لنا الـ طلع لنا لما هنا بعد ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين ثانية طلعنا للـ طيب الآن إيش أسوي؟ نقول إيش نفس الخطوة أجيب مساحة هذا كله اللي هنا نحن نعرف أنه ستكون القانون نص في هذا في 6.25 الارتفاع عشرة طيب يساوي يساوي الـ النهائية والهي ما أعرفها ناقصاً الـ الاتدائية طيب إيش لنا الـ الاتدائية هاي مذكورة سالب واحد وستين القيمة اللي قبلها طلعناها كانت النهائية تصير الآن القيمة الابتدائية تمام؟ ونفس الخطوات هنا رح أسوي برضو displacement رح أسوي لاحظ هنا ها طلع المساحة حقاً من النقطة B إلى C عشرة في العشرة هذا الارتفاع بخمسة يساوي الـ النهائية ناقصاً الـ الابتدائية هذا تنويه بسيط الـ displacement اللي حيطلعها النهائية في الفترة اللي بعدها رح تكون هي الـ displacement الابتدائية تمام؟ يعني لما نكون من صفر إلى خمسة ثواني طلعت الـ displacement النهائية في الفترة الثانية اللي هي من خمسة إلى عشرة ثواني هذا القيمة نفس الـ displacement النهائية حتصير هي الـ displacement الابتدائية وحيطلع لقيمة جديدة تمام؟ بالنسبة للرسمة شوف لاحظوا في الـ S هنا بدأنا من سالب خمسين ما بدأنا من فوق من الصفر ليش؟ لأنه كان given في السؤال قال إذا كانت T تساوي صفر ترى الـ displacement تبدأ من سالب خمسين طيب وراحت إلى سالب واحد وستين بعد ثلاثة فاصلة خمس وسبعين ثانية ثم ارتفع شوف طلعت القيم سالب واحد وستين ثم ارتفع وراح سار إلى سالب ثلاثين بعد عشرة ثواني طيب وبعدين سار عشرين ثم بعدين ازداد سار سبعين تمام؟ هذه بالنسبة للسؤال للـ displacement واعتقد انه احنا جاوبنا على السؤال كامل وراح نشوف مثال بريفيس جاء اختبار السمسر الماضي طيب هذا السؤال جاءنا في السمسر الماضي كان test 1 اعطانا ايام جرافيكا زي ما تلاحظون بس اعطاك علاقة بين الـ والـ وطلب منك واضح في السؤال بكل وضوح طلب رسمة الـ مع الـ والـ مع الـ وقال لك ابغاك تحسب لي الـ تي اس ابغاك تعرف هذا كامل قيمة هنا طيب وابغاك توجد الـ لما كانت الثانية خمسة طيب السؤال جدا جدا ضخم ويحتاج شغل شوي كبير ولكن تحتاج تركيز النقطة الاولى اللي ابغاك تعرفها انه يقول لك السيارة تحركت from rest يعني الـ كانت صفر طيب والسرعة ايضا كانت صفر من هذا اللي فهمت اهلا من هذا الكلام طيب النقطة الثانية ابغاك تحسب قال لك determine the time تي اس ابغاك تحسب تي اس when the car comes to stop لما تتوقف السيارة هذه الكلمة لحالها بدرجة لو فهمتها تمام رح نشوف طريقة الحل طيب انا هذي على طول بدأت الحل احفظوا هذه الرسمة الـ احنا رح نبغى نطلع أول شيء من الثانية الصفر الى الثانية عشرة رح نسوي إنتيجريشن لانه اعطاني اكسللراشن ابو اروح للفلوسيتي هسوي إنتيجريشن وزي ما علمتكم الإنتيجريشن حسب مساحات تحسب مساحات هاي احسب لي هذه المساحة ستة وهنا عندي عشرة ستة فعشرة بستين باختصار ها من الفترة الصفر ثانية صفر الى الثانية ثوانية رح نقول الفلوسيتي النهائية ناقصنا الفلوسيتي الابتدائية يساوي طيب الفلوسيتي النهائية هذه اللي انا بغاها ناقصنا الصفر من وين جبت الصفر فروم ريست فروم ريست طيب تساوي زي ما قلت لك عشرة ضرب ستة هذا بالنسبة للمساحة اللي هنا طيب يساوي ستين متر لكل ثانية حلو ممتاز طيب الخطوة الثانية من الثانية عشرة الى الثانية خمسطاعش احسب لي السرعة بالعقل 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 السرعة رح تكون كم اقل من ستين فنتبه يطع لك رقم ليش قلت اقل من ستين لانه واضح انه هذا هذا في بطء في العجلة الاكسليريشن قاعد يتناقص تمام طيب لاحظ هنا من العشرة ثوانية الى خمسطاعش ثانية الفي نهائية ناقصنا الفي الابتدائية لاحظ مين جبت الفي الابتدائية من فوق تمام من فوق هذه الفي نهائية كانت فوق صارت الان في ابتدائية تساوي خمسة خمسة هذه من عشرة الى خمسطاعش هذه خمسة مضروبة في سالب ثلاثة الى تحت سالب ثلاثة احسب لي هذه المساحة كلها نحن نعرف سالب ثلاثة في خمسة بعطيني بسالب خمسطاعش طيب وهنا عندي في ناقصنا الستين رح نحطها في الجهة الثانية ونعوض رح تعطيني قيمة للنذي بخمسة واربعين خمسة واربعين متر لكل ثانية هذه من عشرة الى خمسطاعش باقي فترة اخيرة من الخمسطاعش ثانية الى تي اس انا ما اعرف هو تي اس كم طيب لكن لاحظ كلمة استوب الان انا عندي الفلوسيتي تمام رح نجي نكتب في المعادلة الفاينر الفلوسيتي الصفر ناقصا الانيشن الفلوسيتي خمسة واربعين هاي من هنا جبتها فوق تساوي التي ناقص الخمسطاعش من وين جبت التي ناقص الخمسطاعش التي اس ناقص الخمسطاعش انا ابغى اعرف فين حيتوقف فاخذ التي هذي ناقصاً الـ 15 الأولى هايطلع لي هايطلع لي هذا الزمن اللي هنا بقى تمام؟ هايطلع لي القيمة اللي هنا اللي هنا إليه فين حيتوقع طيب؟ وعشان كذا كتب T-S ناقصاً الـ 15 اللي هنا موجودة عندي تمام؟ تمام؟ الـ 15 جات من هذا الـ 15 اللي هنا تمام؟ أتمنى أنها واضحة طيب نجري نشوف المعادلة تي ناقصا 15 مضروف في سالب واحد من فين جبت سالب واحد هنا سالب واحد سالب واحد تحت بس طيب لو جيت حطتها في الآن الحاسبة سالب 45 يساوي حيطلعنا قيمة التي اس بعد 60 ثانية رح يوقف رح توقف السيارة طيب بعد 60 ثانية رح توقف السيارة من وين جبت هذا الكلام من السؤال لما حليتها بالرسمة تمام خلصنا لرسمة الفلوسيتي طيب تعالنا لاحظ نشوف رسمة الفلوسيتي هنا عشان رسمتها على طول كانت صفر كانت السرعة حق السيارة صفر طيب سارت 60 سارت 60 وقف بعد 10 ثوانية لين 60 ثم من 10 إلى 15 ثانية السرعة تباطت سارت 45 شوف نزلت إلى 45 هنا ثم وقفت السيارة فأنا رح أوصل لين الصفر هنا هذه قيمة تي اس المفترض أن أكتب 60 ثانية تمام رح نروح للنقطة اللي بعدها واللي هي رسمة بالنسبة لل بالنسبة للنسبة لنفس الشيء الاس فاينال ناقصا الاس نيشينال تساوي الارية حق الحق الفلوسيتي لا تلخبط لا تلخبط وتختار الرسمة حق الاكسلريشي لا لازم تختار حق الفلوسيتي تمام لاحظ أنه الاسئل هذا الفاينل أنا أبغى أعرفها ناقصا صفر من وين جبت الصفر والله من كلمة from rest أنا أعرف أنه هو كان متوقف صفر تمام اسئل فاينل ناقصا اسئل نشأل وهي صفر تساوي مساحة المثلث هذا أنا أبغى طيب أبغى مساحة المثلث هذا كله أبغى أبدأ إلى اللقطة من عشر عادي تبغى توقف تسوي إلى خمسة وتحسب هذا هنا حتطلق جزئية أو تبغى تسوي من العشر وخلاص أنت عارف لقطة الفلوسيتي طبعا الخمسة هذه حقها مش أربعين خمسة واربين الخمسة واربين هذه حق الخمسة واربين هذه حق الخمسة طعش هنا الخمسة هذه هتكون هنا أقل من الخمسة واربين طيب وينديك تطلعها بمرة سهلة طيب الآن اللي لاحظوا في الرسمة أني أنا طلع هذا كله مثلت طيب أنا عارف أنه هذا القاعدة عشرة الطول ستين ستين في نصف عشرة هذه هي هنا ستين في عشرة في نصف حيطيني قيمة الاس تساوي ثلاثمائة متر طيب يعني لما نوصلت العشرة الثانية عشرة مش هي ثلاثمائة متر طيب من عشرة إلى خمسة عشرة ثانية من عشرة إلى خمسة عشرة ثانية هذا ليس أمثلث هذا شباب منحرف طيب كيف أحسب الشباب منحرف طول الضلعين ستين زائدا خمسة واربعين على اثنين ضرب القاعدة واللي هي خمسة لاحظ هنا الاسة النهائية ناقصا الاسة الابتدائية واللي هي ثلاثمائة من وين جبت الثلاثمائة من فوق تساوي طول الضلعين ستين زائد خمسة واربعين على ثنين مضروبة في الخمسة القاعدة بيطيني قيمة الاس خمسمائة وثنين وستين فاصلة خمسة متر خلاص بعد خمسة عشرة ثانية صار خمسمائة وثنين وستين فاصلة خمسة متر تمام بالنسبة بعدين من خمسة عشرة ثانية إلى ستين ثانية نفس الشيء الاسة النهائية ناقصا الاسة الابتدائية واللي هي خمسمائة وثنين وستين فاصلة خمسة تساوي لاحظ أبغى أحسب الآن هذا المثلث الأخير تحت طبعا هنا ستين ستين ناقصا الخمسة عشرة حيبقى هذا خمسة واربعين صح ولا طيب هاي خمسة واربعين ولاحظ أنه كانت السرعة خمسة واربعين أيضا طول حق الارتفاع خمسة واربعين تمام فهو كتبا نصف خمسة واربعين خمسة واربعين حيطيك الاسة تساوي ألف وخمسمائة وخمسة وسبعين متر الرسمة رح تكون بهذا الطريقة الرسمة رح تكون بهذا الطريقة لكن المفروض أكتب هنا عشرة وأجي أكتب بجنبها ثلاثمية وبعدين أجي أكتب هنا مثلا خمسة عش وأجي أكتب بجنبها خمسمائة وستين فاصلة خمسة وبعدين أيضا هنا في الأخير 60 ثانية حكتب 1575 بتن طيب هذه خلصنا بالنسبة للجزئية الأولى طيب طلع التئس قال لك find the acceleration velocity displacement لما كانت الثانية خمسة طيب من دون من روح مكان لاحظ هذه الرسمة acceleration لما كانت الثانية خمسة هنا كما acceleration والله ما يحتاج كلام 6 تمام واضحة فأنا كتبتها على طول 6 متر لكل ثانية التكريب طيب أبغى الفلوسيتي بعد خمسة ثوانية والله يشوف تيجي لهذه الرسمة وتبغى تطلع أنت بسيخي صعبة أرجع هنا أنا بقيت لك مساحات أحسب لي مساحة هذه خمسة بستة كم يعطيني؟ ثلاثين انتهت المساب كم طلع لي الفلوسيتي؟ ثلاثين تمام طيب بالنسبة لل باقي لل والله ما يحتاج كلام أنا عارف أنه أنه القانون طبعا من طلعت خمسة في ستة بثلاثين طيب الرسمة هتكون ترى مختلفة لأنه هتكون كذا الرسمة ستصير هنا خمسة مثلا طيب هتكون كذا الرسمة طيب أحسب هذا طبعا هنا هنا فوق كذا ثلاثين طيب القانون يقول أريد أن أطلع النص في الخمسة في الثلاثين النص والخمسة في الثلاثين لو ضربنا نص في خمسة في الثلاثين بيأطيني خمسة وسبعين وهذا هو الناتج خمسة وسبعين أتمنى أنه عرفت كيف طلعت الخمسة وسبعين متر لأنني سويتها بسرعة كذا ولكن كانك كانك باختصار سويت هذه الحركة أحنا مهينة سوينا طلعنا من طلعنا من الصفر طلعنا من الصفر للعشرة صح ولا لا في رسمة الفلوسيتي لا أنت طلعها بس من الصفر للخمسة وقود أحسب حساباتك حيطلع لك أرقام بسيطة هذه الأجوبة بالنسبة للبريفيس وشكرا جزيلا وأتمنى أنكم وفهمتوها وإذا في أي مسألة في البريفيسات ما هي واضحة أتمنى أنكم بس تتواصلوا معايا وإن شاء الله أنه اختبار بسيط بإذن الله انضم معنا الآن واشترك بالقناة ليصلك كل جديد واي سات مهن نحو مستقبل مشرق اتمنى أنفس polyamсть ستتوقع ستستمتها ستوقعت باستک بس شكرا لك و raspгр so أتمنى أتمنى كما رضي backed